المرارة المرارة عضو صغير في جسم الإنسان لكن على الرغم من ذلك فهو جزء حيوي في تكوينه تقع المرارة في الجانب الأيمن من البطن وتحديداً تحت القفص الصدري في حوض الكبد يغطي المرارة نسيج طلائي والذي يحتوي على مجموعة من الفجوات والتي تمتص أكبر كمية ممكنة من العصارة الصفراء وتحيط المرارة طبقة من العضلات الخارجية والتي تتحرك بطريقة لا إرادية من أجل مساعدة المرارة على القيام بعملها هذا بالإضافة إلى وجود أموب يتصل بالعديد من القنوات الكبدية في اليسار واليمين أما عن تقسيم المرارة فتقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهي اللب والجسم والرأس والآن ماذا عن وظائف المرارة؟ تتمثل الوظيفة الأساسية للمرارة في تخزين الصفراء التي يفرزها الكبد إلى حين الحاجة إليها فعند دخول الطعام إلى الأمعاء الدقيقة يتم إفراز هرمون يعرف باسم كوليسيستوكينين وهو الهرمون الذي يحفز المرارة على نقل العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة عبر المرور من القناة الصفراوية المشتركة تساهل في عملية الهضم حيث تعمل على خلط العصارة الصفراء مع مكونات الطعام مما يساعد في مساعدة الأمعاء على همها بشكل أفضل والاستفادة من الفيتامينات القابلة للذاوبان في الدهن مثل فيتامين ألف امتصاص الماء الموجود في العصارة الصفراء مما يساعد في زيادة تركيز مكوناتها بما يتناسب مع وظيفتها في جسم الإنسان تساعد على إذة الأملاح المرتفعة في جسم الإنسان عن طريق إفراز مواد هاضمة تقلل من نسبتها مما يساهم في المنع من تسريبها لنتج عنها حصوات المرارة مما يتgendeلispersخص USA بشكل أفضل قوية شكرا شكرا